بالنسبة لعلم النفسي الكلينيكي دوره في تشخيص برطة الحركة تشتت انتباع هو تدخلي وتشخيصي أيضا فالتشخيص يتم ليس فقط عن طريق أسئلة مقابلة الكلينيكية لكن أيضا نستخدم أدوات لتقييم التشتت والسلوك واحدة أهم الأشياء هي أنه نحاول أنه نفرق بين الأعراض النفسية اللي هي القلق اللي ممكن تطلع شبيهة إلى فرطة الحركة تشتت انتباع فلازم واحد يفرق وأحيانا أمور تربوية أيضا وسلوكية فلازم نتأكد أنه هذا هو تشخيص فعلا فرط حركة تشتت انتباع مقابل أنه هل هي مشكلة سلوكية أو مشكلة نفسية مثل القلق أو مشاكل في البيت عائلية مما ممكن تسبب القلق أيضا للطفل ترجمة نانسي قنقر